تركت العاصفة الثلجية القوية التي تشتاح شمالي الولايات المتحدة مدينة بافالو في ولاية نيويورك تبدو وكأنها ساحة حرب كما قالت حاكمة الولاية كاثي هوتشول فقد سجلت المدينة اليوم الاثنين خمسة وعشرون حالة وفاة مرتبطة بالأحوال الجوية السيئة بارتفاع عن العدد الذي صجي أمس اللحد وهو ثلاثة عشر حالة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة